ايه ده امانك يا بو فالد؟ حطيلك على خدك ليه؟ تفكر فمنا يا أصيلة نفسك لها حاجة من فلوس دي او مالو يا أخوي ناقل حاجة اللي انت عاوزها واننزل اشتريها بنفس ووديها لها لغاية عندها أصيلة يا أصيلة طب ايه رايك لو نجيب لها عباية وطرحة وبكرة اول مرجع نروح انا وانت نطل عليها او مالو يا أخوي يا ما نفسك حمات تيجي تعيش معانا هنا مدان ما هي قاعدة لوحدها في البيت اللي كل ما قولها تقولك جيراني وبيتي جيراني وبيتي جيراني وبيتي ما انت عارف يا أصيلة الواحد ما بيخدش راحته حريته غير في بيته هو بيتي ابنها مش هيبقى بيتها والله العظيم يا بو خالد لو تيجي نشيله على كفوف الراحة ما عندكش فكرة انا بحبها اديه عارف يا أصيلة عارف يا حبيبتي بس هي مش راضي طب بتحاول معاها تاني يا حبيبتي ما احنا من يوم ما تجوزنا وانا بحاول معاها مفيش فايدة انا اخر مرة كنت حابوس على ايدها برضو مش راضي هي عنيدة بس ما عارفش بتقضي يومها ازاي وهي واحدانية وصاحبة مرض خدي يا اختي كده يبقى فاضل النفر واحد على العشر تدخل معانا جمعية يا منصور ادخل يا اما بالصابد الاول قولي التاني قولي التالت لا العاشر احنا عاملين هالناس موضبة ظروفة على معاد القبض ده قولت ايه؟ قولت لا لا الا الله ماشي يا اما بكام؟ خمسين جنيه في الشهر والقبض على خمسمية وماله ندخل يا منصور اهتنفعنا هو تزن طيب هات؟ ماشي يا امو منصور تفضل يا ست واحد اثنين تلقات اربعة ها دي خمسين جنيه قولي يا ست اه كده تبقى كاملت تروح على طول توديلها الفلوس تسلموا وتعيشي يا حجة مو منصور خدتكوا بعفو الله يخليك مع السلام مع السلام مع السلام الاوليلي يا اما الجماعيات دي بتعملوها على طول الجماعيات دي بنعملها للظروف وفك الزنة ونشوف مين محتاجها الاول ونديها له يعني مثلا اللي عليه دين اللي دخلين مدارس حالة وفاة اللي بعيد عن السامعين كده عنده مرض حاجات زي كده يعني مش الناس لبعضيها برضه ولا ايه ده احنا جران يعني قهل والله يا اما دي حاجة حلوة اول طب بتعرفو زروب بعض ازاي يا اما يا اه ده احنا عارفين بعض من زمن من اول ما سكننا في الحتة هنا ومن قبل ما نصر ما ايه على وش الدنيا ولغاية دلوقتي مع بعض يا اما ايه ايه وهي ديت برضه عشرة اتنسي يا اصيلة ما هم دول بقى يا اصيلة ناسها احسن ناس هي دي الاصالة ايوة يا سيدة هم دول ناسي وحبايب وكل حاجة وهم بقى اللي مليين علي يا دنيتي دلوقتي واحنا كمان عايزين اكتمل علينا دنيتنا ولا دولا اغلى مننا عندك والله ما فيه اغلى عندي منكم في الدنيا دي بحال بس انا بقى خدت عالحدة وعالحبايب وبصراحة انا محبش اسيب بيتي ابدا اخسعلك يا اما يعني ده كلم تقوليه يعني بيت منصور معوش بيتك بيتي والله بيتي يا بنتي بس احنا محتاجين لبعض هنا هم مين دول يا اما بس اللي محتاجين لبعض انا وستات الحب شوف يا بني فيه هنا اللي جوزها مات وما عندهاش عيال يطلوا عليها وفيه اللي عندها عيالها بس سكنين بعيد عنها ومشغولين برضو بولاده وفيه 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 قمنا لمنا بعض واتفقنا ان احنا نشوف حال بعض اللي عندها مشكلة نحله واللي عيانة ومحتاجة رعاية نشله ما احنا ايد واحدة كده يعني والله دي فكرة حلوة قوي دي اما ومن امتى الموطوع دي اما ياه من ساعة الزمن ملف بينا انا نفس ادخل معاكو يا اما ربنا ما يحبجك لها دلوقتي يا بنتي لا مش قصد كده انا قصد اشترك معاكو لو حد احتاجني يعني انت عندك جرانك يا مخالب اشترك معاهم مساعديهم زي ما انت عايزة الناس هنا من زمان عارفين بعض واخدين على بعض مش كده ولا هي اما منصور هو نقدر اقول لا على حاجة انت بتقولها يا دنايا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ربنا يخليك إليه ويطور في عمرك حبيبتي